اشتركوا في القناة لصفر اعمال الرسل ويقرأ رجم استفانوس لكن انا هقرأ حتة صغيرة قوي من اخر اصحاح 7 من اية 54 بيقول فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم علي واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلق من روح القدس فرأى مجد الله انا عايزة وانا بتكلم وانا باخد الايات ده هيتها علق تعليق بسيط ليه احنا بنشوف الناس بيحصل لها كده يعني شوف الصورة ده هيت اللي انا بقراها دلوقتي من اعمال الرسل واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلق من روح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين يعني واحد منتهى السلام منتهى الفرح بيشوف مجد سماني وهم عمالين يرجموا فيه ده بالضبط نفس المنظر بشوفه ساعة كانهم بيتبحوا الشهداء بتوع ليبيا بيبصوا للرب وشايفين حاجة التانيين مش شايفينها واخد ذلك وبعدين يقول ايه ها انا انظر السماوات فقال ها انا انظر السماوات مفتوحة ابن الانسان قائما عن يمين الله فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة واخرجوا خارج المدينة ورجموا يعني هجموا عليه ورحوا مخدينه ورجمينه لانه هو شاف منظر سماوي الله كان بيكلمه بشكل واضح وهم رحوا مرجمينه ده اللي بيحصل ده اللي بيحصل بالضبط ودي يعني الربنا بيحاول اللعنة البركة ازاي ربنا بيخرج من هذا الموقف الصعب المرير المدمي الموجع ان واحد في عز شبابه بيحب ربنا بشكل دوت ويتاخد يترجم منتع القصوة اللي عمله بيحاول اللعنة البركة يعني ايه بيطلع من هذا السيناريو ده سيناريو تاني خالص سيناريو التاني موجود في عمال الرسل الاسحاح التامن ده السحاح التامن على طول يقول ايه فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة اتشتتوا اذا كانت الشرارة الانتشار الكنيسة على النقيد ايه بالضبط اما حصل كده الناس هربت من المكان فحصل ايه فالذين تشتتوا جاءوا مبشرين بالكلمة فانحضر في لبس الى مدينة السامرة وكانا يكرز لهم المسيح فبالتالي انتشر الانجيل الناس اكتر عرفت الانجيل اشتركوا في القناة